طيب فيه ما تعلق بالصيانة الدورية ازاي تحصل في ظل وجود بعض الناس اللي ممكن تعمل بروز تعمل انشاءات زيادة الكلام ده ازاي بيأثر على أتاك؟ يعني هو طبعا فيه تصميم محطوط والتصميم ده طالع به ترخيص ولابد ان هو يحترم لان اي تعديل في الرسومات اي تعديل في الوضع الراهن او الوضع القائم ممكن يأثر انشائيا ممكن يأثر على المبنى وممكن يؤدي لانهيار المبنى يعني خاصة ازا كان الكلام ده بيتم بعيد عن المهندسين وبعيد عن اي جهة اختصاص طبعا مفترض انه بطلع ترخيص يبقى ملتزم بهذا الترخيص ملتزم بكل الرسومات اللي موجودة يعني تحت اشراف مهندسين متخصصين بحيث انه ما يحصلش اي مشاكل لكن عادة ممكن يبقى فيه تجاوزات يعني كثير جدا من الاحيان انت بصلاقي واحد عايز يشيل حيطة في داخل الشق عايز يفتح الحمام الصغير عايز يفتحها على المطبخ كل التعدالات اللي بتتمي دي قد تكون في مرحلة من المراحل المبنى دوت اتحول من عناصر هيكلية هيكلية يعني مجرد مبنى هيكالي الانشاء بتاعه بيعتمد على الاعمدة والكاميرات ابتدى يخش الحوائط تبقى شايلة لأي اسباب يعني ممكن يبقى مثلا في حصل تعليات مثلا في فترة من الفترات فبالتالي ممكن يبقى الحائط في الحالة دي يتعنصر من العناصر الانشائية وبالتالي لما بيشيل الحائط دوت ممكن يؤدي الانهيار المبنى يعني احنا دايما مفهومنا انه ما يشيلش عمود لكن كمان الحائط ممكن يبقى الحائط في كثير من الاحيان وفيه مباني كثيرة جدا مجرد ان تشال حوائط حصل الانهيار لان الحوائط دي مثلا كانت المبنى كان متصمم على ثلاثة دوار او متصمم على مثلا أربعة دوار ثم زاد ثلاثة دوار تانين ثم زاد ثلاثة دوار تانين وكل الكلام ده طبعا العناصر الانشائية بتشيل بعد كده العناصر الانشائية بتعجز على النهاية تتحمل تبدي المباني تبدي تشيل معي وكان فيه العمارة اللي بده去 هيليوبلس وده كلها كدست عمارة هيكلية ولكن كانت الترخيص بتاعها طالع 3 تدوار حدتك توصد العمراء اللي وقعت في الزلزال يعني كانت تأثير طبعا سلبي لأنها كانت تلقاها ترخيص على 4 تدوار ثم زود 4 تدوار ثانين ثم زود 4 تدوار ثلاثين وبالتالي بقى 12 دور بدل 4 تدوار فأصبح العناصر الانشائية خلاص مش قادرة تشيل ابتدى المباني تخش تبقى عنصر انشائي كانت في مركز بتاع أشاعة حب يفتح حوائط طبعا يعني بتشيل حوائط جرى العور في كده بتشيل حوائط مش أحسر حاجة لكن في الحالة ديت ده المفهوم الخاطئ ده المفهوم اللي هو الخاطئ يعني إنما في الحالة ديت كانت خلاص بقى المبنى الحوائط الشايلة وبالتالي ممكن يحصل الان طبعا ممكن حد يقدر يشيل عمود خرصانة يعني أنا أعرف أنك تقدر تشيل حيطة لكن العمود الخرصانة هل يسهل إزالته بحسابات ممكن تشيل عمود خرصانة بس لازم يذبك الكلام ده يبقى في حسابات إنشائية بتؤكد أن هذا العمود لما يتشال هحمل على أعمدة تانية ويبقى الأعمدة تانية دي بيبقى ليها أمصان أو ليها تعديلات بحيث أنها فعلا تصلح عن الكلام يعني ممكن تشيله بس ما يدرش توزع الحمل عليها أبس توزع الأحمال على أجزاء تانية بس طبعا الكلام ده لابد أنه يبقى ليه حسابات إنشائية يعني موانزينيه أميروكامت